لكم من جديد مواصل معاكم حتى لا لحديش في الرادار لليوم مباشرة من الندوة الصحفية التي تعقد للغرفة الوطنية ليوكلاء السيارات معنا سيلاحبيب معاوي رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات أهلا وسهلا ومرحبا بيك سيلاحبيب لحنور تحية لكم تحية لكل مستمعيك سيلاحبيب مشكور جدا على التدخل معاك معانا خطيناكك على الطائر من الندوة الصحفية بيش ناخذوا معاك تفاصيل جديد فيما يتعلق بكراس الشروط منطيس بالنسبة لي قطاع كراسيارات اليوم يشهد حركية جديدة تتعلق أساسا بتنقيح وتحيين كراس الشروط المنظمة للمهنة ولابد نحط الموضوع في إطاره وأنه المشروع هذي يندرج في إطار سياسة سيد رئيس الجمهورية اللي اعتعت تعليماته بمراجعة كراسيارات الشروط وبمراجعة الرخص والمنظومات الكاملة اليوم قطاع كراسيارات أول القطاع اللي ينكب كل تواضع كلها على مراجعة كراسيارات أساسا الهدف منه لول ونخر هو التسهيل على المستثمرين الشبان اللي يحبوا يستثمروا في قطاع كراسيارات أساسا أول خطوات اللي قمنا بها بالموافقة وبمصادقة سلطة الإشراف أولا هو التقليص في عدد الأسطول السيارات المعدة للكراه من 20 سيارة إلى 15 سيارة فقط هذا أساسا للتخفيف من تكلفة المشروع على المهنيين تعرف اللي اليوم احنا شدنا الارتفاع المشط في أسعار السيارات في قطاع الغيار إضافة إلى عدم توفر الأسطول لداء وكلية تصنيع وبيع السيارات معناها مش موجودة ومربوطة بعوامل خارجية معناها خارج على نطاقنا نحن بالإدارة وسلطة الإشرافرات أن تكلفة المشروع هذه غالية برش على المستثمر جديد ولابد أنه يقلص في عدد سيارات الاقتناع لبعث مشروع جديد هذا من ناحية ثم من ناحية أخرى خطوة أخرى قامت بها الغرفة الوطنية هو التمديد في بداية الاستغلال للسيارات المعدة للكراه ما معناه؟ يعني السيارات اللي تقريبا أحنا من فيئة خمسة وستة خيول كنا نستغلوهم في كرة الشهورة الحالية اللي قاعدين نزلنا نقلبوا بها تقريبا 42 شهر فقط بالنسبة للسيارات من فيئة خمسة خيول والستين شهر بالنسبة للسيارات من فيئة ستة خيول اليوم في كرة الشهورة الجديدة بالنسبة للسيارات من فيئة خمسة وستة خيول وسبعة سنوات بالنسبة من فيئة سبع خيول فما فوق معناها من فيئة واربعين شهر نحكي وستين شهر نحكي ولنا خمس سنوات على خمس سنوات وهذا الغاية منه هو التخفيف على المستثمر الجديد والتخفيف على المهنيين متكلفة اللي معناها المشروع دونكي ناجم يقتني المشروع متاعه مدة خمس سنوات بتمويل بنكي وإيجار مالي يعني يوصل أربع سنوات وخمس سنوات في بعض النوع من السيارات هذي عامل جديد العمل الثالث والمكسب بين ظافرين اللي تمتع بيه قطع كيرا السيارات اليوم هو تمكننا بمصادقة من سلطة الإشراف أساسا من أنه نضيفوا للأسطول الحافلات من فئة 16 مقعد وهذا بتبيع تقريبا أربع خمس سنوات في مراسلات عديدة وفي دراسات قدمناها لسلطة الإشراف تمكننا بطلب كذلك من سلطة الإشراف اليوم نجمه نضيفه للأسطول متاعنا حافلات من فئة 16 مقعد وهذا ينعتبروه معناها مش يدعم الخدمات اللي قدمها القطاع ومن ناحية أخرى هذا مش يفك بعض المشاكل اللي موجودة تعرف اليوم النقل بصفة عامة هي مشكلة كبيرة لكن في مطلبات في هذا النوع من الحافلات بالنسبة للأطفال بالنسبة للجامعات بالنسبة للمعهد الخاصة وكذلك نقطة هامة وهامة جدا وإحنا مقتنعين بها وتمسكنا بها اليوم في مطلبات خاصة وخاصة جدا من الفلاحة اللي يقول لك أنا زوس لاتفلاحة يشاركوا في حافلة اللي يأجروها بتبيعة لنقل الفلاحات النساء الفلاحات اللي تعرفوا تثبت كوارث كبيرة مدة معناها في السنوات الفارضة اليوم تقريبا القطاعي نجم يوفر حافلات هذية للفلاحة اللي يقول لك ما يقول لك عنها طلبات زوس لها فلاحة يقتنيو حافلة مبعضا باش ينقلوا أكل الفلاحات العاملات في ظروف معناها توسيع معناها لهنك كأنه توسيع للنشاط سي الحبيب وتوسيع للنشاط في نفس الوقت معناها اليوم معاتش كيراء نحكي وكان على كيراء السيارات لكن فما ولينا باش نحكي وحتى على كيراء الحافلات يعطيك الصح بالضبط هذا كراء الشروط نتعنش يولي معناها كيراء العربات والحافلات بتبيعة هذي النص هو بساق أو بدون ساق إذن هذي أهم النقاط اللي وردت في كراء الشروط نقطة أخرى كامت راشمان عم تتعلق كذلك بأحداث تطبيقة تطبيقة أعلامية بالتنصيق وزارة الداخلية وهو مشروعا كبين عليها مدد ثلاث سنوات كذلك يتعلق بالحد من المحاضر الجبائية وطريقة خلاسها تعرف اليوم التاريخ الخلاسي من المحاضر الجبائية اللي تقريب محضر سبعين دينار يتكلف في حدود ثلاثمائة وخمسين دينار أربعمائة دينار للأصحاب الشركات الوكيل الشركة مطالب أنه يتنقل للولاية اللي صارت فيها المخالفة باش يخلص المحضر ليقيمدوا سبعين دينار في حين اليوم أحنا عرضنا على وزارة الداخلية وعلى المرسد الوطني بالتنصيق مع المرسد الوطني لسلامة المرور تطبيقها جديدة سوف تعرض تقريبا في اللمسات الأخيرة سوف تعرض علي كيب تكنيك لوزارة الداخلية لتفعيلها بالهدف منها أن المحضر يكون مباشرة واختلي السيارة يفلاشيها الرادار مثلا الرادار المخالفة آليا معناها تتحط على البرمي اللي يسوق في السيارة باللعب وتجي نوتيفيكاشون إلى وكيل الشركة تعلموا بأن المخالفة هذه المخالفة في السيارة مثلا في تجوز السرعة القانونية وطريقة الخلاف كذلك نجم تكون بطريقة آلية باش نحدوا من الاشكاليات اللي قاعدين نتعرض لها المانيين من ناحية وكذلك من ناحية أخرى معناها اليوم أصبحت معناها حاجة هامة وهمة جدا في طريقة الخلاص في إرساء الشفافية في المعاملات وهذه بتبع عامل كبير باش يساعد في نظرة هذا القطاع اليوم تطبيقة جيدة باش الوكيل السيارة يعلم اللي فما مخالفة جيت مع أن تتابع سيارة متاعه حينية بطريقة حينية معناه من أجل التدخل هذا هو هذا المشروع هذا هو المشروع في حمامات كامتراش مانع في الندوة هذه فأصدعينا كل المدخلين في القطاع تقريبا من وكلابية وتصنيع السيارات من شركات الإجار المالي من بنوك لأعلاموا بهذه المستجدات وللتفاعل متاعها مبعضنا في تحسين هذه الخدمات وفي تقليص من كلفة متاع المشروع على المهنيين دونك هي عملية شراكة موجودة تقريبا بين وكلابية السيارات وشركة الإجار المالي وبنوك وغيرها والمهنيين نتمنى أن الإجراءات هذه تكون معناها معناها دافع لتحسين الخدمات وللاستثمار في هذا المجال وإحنا كما قلت لك ما قلتنا في عدد الأسطول وقبلنا من الوزارة أن عملية تقليص في عدد الأسطول لا لي شيء لاستقطاب القطاع الموازي تعرف سيطة القطاع الموازي تقريبا يعد 52 ألف سيارة معناها معدل الكرا خارج أطول القانونية وإحنا في القطاع نطعنا عنا 26 ألف و631 سيارة فقط الدعوة إلى الناس اللي تقدم في الموازي تفضلوا الإجراءات بسيطة الإجراءات سهلة تكلفة منتع المشروع نقصنا فيها تفضلوا اخدموا في القطاع الموازي للقطاع المنظم عبوا وتنظموا وخلصوا الأداءات متاعكم اللي يقوموا بها للدولة من سيناسيات وأداءات وأنطو وإحنا أي مستثمر جديد في هذا المشروع إحنا مستعدين كغرفة وطنية إنه ندفعوه وإنه نعاونوه بكل ما من نجمه سوى كان من ناحية التمويل سوى كان من ناحية الاستثمار في هذا المشروع الإحطة الشاملة اليوم مشكور جدا سي الحبيب المعاوي مباشرة من الندوة الصحفية للغرفة الوطنية لوكالاء السيارات مشكور جدا على التفاعل معنا أحنا مزلنا مواصل معكم حتى للحدي نرجع لكم بعد موعد الأخبار مع أمل هاني